رابع تدريب معانا وهو البالندروم بكل بساطة هي كلمة او نص بتقرأه من اليمين زي الشمال. يعني لو عكسته بيدي لك نفس المعنى. زي كلمة مسلا. لو هي المفروض قرأتها من الشمال. اه طب لو قرأتها من اليمين فكده احنا بنقول على الكلمة ديت هي كلمة عايزين نكتب برنامج هيكتب كلمة ويعرفني هل هي بلندروم ولا لأ. طيب ازاي يعرف هل الكلمة دية بلندروم ولا لأ? تعالوا كده انفقر ايه الخطوات اللي انا هعملها? لو انا عندي كلمة مسلا زي وعايز اعرف هل هي بلندروم ولا لأ. عشان تبقى الكلمة دية بلندروم فانعايز اقراها من الشمال زي ما اقراها من اليمين. فده معناه ان اول حرف على الشمال لازم يبهو اول حرف على يمين. وتاني حرف على الشمال يبقى تاني حرف على يمين. وتالت حرف على الشمال يبقى تالت حرف على يمين. وكذا الحد ماوصل لنص السترينج بتاعي. فده معناه ان كل حرف بيساوي الحرف المناظر ليه. يبقى انا همشي على كل الحروف بتاعت السترينج. من اول حرف لحد نص السترينج بتاعي. واشوف لو الحرف ده بيساوي الحرف المناظر ليه يبقى كده الكلمة بتاعتي لو مش بيسويه فيبقى هو مش طبعا لو اه كان بيسويه او مش بيسويه انا هشوف الحرف اللي بعد كده. طيب يبقى اول حاجة هستقبل من اليوزر. فاقول له اوعرف طبع احنا ايه? انا اتخطى بقى حتة السودو كود هنكتب ايه? الكود واحنا بنفكر على طول. يعني انت لما تتضرب كتير على وتحل التمارين كتير هتلاقي ان انت بتكتب الكود وانت بتفكر. يعني تفكيرك هيبقى كود مش كسودو كود. انا هتلاقي يعني انت بدأت هتحترف والدنيا معك ايه? زي الفل. اقول له مسلا سترينج اس. واستقبل السترينج من اليوزر فاقول له سي ان للس. طبعا اطبع الاول اقول له سي اوت. اه انتر اه سترينج وسي ان للس. طيب انا همشي على الحروف بتاعت. من اول حرف لحد نص مفيش داعي ان انا شوف الحروف اللي اللي بعد النص لان انا باخد الحرف وبقرنه بالا اه باللقصاده. الاول مع الاول التاني مع التاني وكزا. فانا واقف ايه? في نص السترينج. فهعمل لوب. هقول له فور امت اي بتساوي صفر. والاي اقل من الاس دوت اللينس. قلنا اس دوت لينس ده بيجيب لي عدد حروف السترينج اللي اليوزر كتبها. والاي بلاس بلاس انا عايز يقف عند النص فهقول له على اتنين. اقسم لي الكلام ده على اتنين. طيب. تمام. هعمل ايه بقى? هشوف الحرف اللي انا واقف فيه مع اللقصاده. لو بيساوي بعد فتمام. ما هخش على بعد. طب لو ما بيساويوش بعض. فهقول له ان هو مش اه بالندروم. وخلاص كده. طيب طيب ما هقول له هل هو بالندروم ولا لا? فهعمل فلاج. فلاج يعرفني هل هو بالندروم ولا لا? زي ما عملنا في التدريب اللي فات في حتة البرايم نمبر. فهقول له اه بول از بالندروم بولكي ما بتاعته في الاول ان هي بترو. بحيس لو الاتنين ما بيساويوش بعض. فيبقى كده اه هخليه بفرص طيب. تعالوا بقى نشوف ازاي يجيب الرقم او ازاي يجيب الحرف المناظر اللي انا واقف عنده دلوقتي. يعني اول حرف عمدي اللي هو الاندكس بتاعه صفر. طب اخر حرف الاندكس بتاعه كان. اللينس ناقص واحد. خلي بالك الاندكس بيضع من صفر لحد اللينس ناقص الواحد. يبقى لو جينا هنا كده. اه الاولاني اول حرف هيبقى صفر. الصفر ده بيقابله اللي هو اللين ناقص واحد. اللين اللي اختصر للينس بس بدل ما اكتب لينس كلها يعني. طيب الواحد هيقابله ايه? هيقابله اللين ناقص اتنين. واللي اتنين هيقابله. اللين ناقص تلاتة وهكزا. يعني لو انا عندي بقى الاي. هيبقى المقابل ليه كام. لو جينا نشوف المعادلة ديت. انا عندي هنا الصفر كان اللين ناقص واحد. طب الواحد اللين ناقص اتنين. طب ما هي هي اللين ناقص واحد ناقص واحد. ما انا ناقصت الواحد مرتين. طيب هنا اتنين هاتبقى اللين ناقص واحد. ناقص اتنين. فده معنى من الاي المقابل ليه هو اللين ناقص الواحد. ناقص الاي. يعني هنا في الصفر وممكن هي ناقص صفر فمش هافري معاك في اي حاجة. فهيبقى كده لو انا الحرف بتاعي هو الاي فالمقابل ليه هو اللين ناقص واحد ناقص الاي فانا هاجي انا كده اقول له لو الحرف اللي انا واقف فيه دلوقتي اللي هو اه اس اوف الاي لا يساوي الحرف اللي اللي هو اس اوف ال ال اه الاس دوت لنس ناقص الواحد ناقص الاي لو ما بيساوهوش خليلي الاس بتساوي وبعد ما خلص اليوب هقول له اطبع لي سي اوت طبعا اه هقول له مسلا اللي اه بول اه بول الفا اني انا عايز اطبع الطرق او فولس هقول له اس بالندروم طبعا لو انا عايز اه لو هو اس بالندروم اطبع له كلمة معينة فهعمل شرط هقول له اس بالندروم بسي اوت كزا السي اوت كزا. بتاعوا نشغل البرنامج بتاعنا ونشوف هيشتغل ولا لا. بنعمل انتر. طبعا كده بيعمل اه بيقول لك انتر سترينج هقول له اعمل انتر قلك ترو وشغل تمام زي الفول طيب لو جيت اشغل البرنامج تاني قل لك انتر سترينج لو قلت له اه هلو مفوض يقول لك فولس قال لك فولس لو شغلت تاني نقول له مسلا اي بي سي دي سي بي اي ده كده بالندروم اللي هو اي بي سي دي سي بي اي لو قريتها من اليمين زي ما تقراها مش ما اعمل انتر قال لك ترو والدنيا تمام زي الفول لو عملت نفس السترينج برضو اي بي سي دي اه سي بي اي دي هيقول لك فولس فده كده الطريقة اللي انا بعرف بها هل السترينج بتاعي بالندروم ولا هل الان